ممكن انت بتفكر في شخص يا اما انت متزوجين يا اما هي فقط كانت تربتك بيه يا برج الجدي عليك حميمية انا بش نحاول ناخد كارت خالص لانه على ما يبدو فم قصة لاني عندنا عندنا قصة عندنا قصة اوكي اوكي طيب برج الجدي انا شوفك ما قلنا عندك ممكن انت بتفكر في شخص وهو ايضا الشخص دي على فكرة بيفكر فيك شخص كانت يا اما كنت متزوجين يعني في علاقة زواجي اما الشخص دي كانت تربتك به علاقة قوية اللي هي قوية شنو علاقة مثلا حميمية او ممكن العلاقة تكون عمط الفم انجلي بجسدي كبير ممكن يكون الشخص دي على فكرة يا اما خانك خدعك او تهبك انت بالخيانة ينرجم يكون واني اتحمك انت انك خدعته مثلا ولكن القصة انا شوف انه اكثر انه الشخص دي انت بتشوف انه هو خدعك انه هو تركك خليك مثلا واحدك بشيء موفيش به او مثلا مشيك في طريق اوكي وحتى الكروت هذوم عادة انا ناخذها ونشوف انهم حاجة جديدة بصفاتنا عاما وش فالعاطفة فقط فاليوم يعني عاطفية حتى القراءة هذي هي قراءة عاطفية حتى القراءة المبدئية هذي عاطفية فكنو قلتك ممكن الشخص دي مشيك في طريق وصحب منك البساط مثلا تخليك وحدك في طريق قبل تكمل وحدك انا طريق هذي ما عادش يساعدني مش طريقي امشي وحدك حاجة يعني حاجة من نوع هذي فما خيالي ولكن اللي انا شوفه انه انت ممكن تكونوا توقم للكتير منكم ممكن تكونوا توقم شوه لو الشخص دي مش فاهم يعني قصك توقم شوه مش فاهم يعني شوه العلاقة بالضبط فهو الهارب وانت المطارد عامة هذا شي ففيه عقد ممكن يعني للبعض منكم ياما تتزوجوا ياما هذي عقد عمل واتفاق على عمل لانه يذيبش نخليها الكروت هذي عامة عموما في كثير منكم ممكن قريبا في الزوج يبرج الجدي ان شاء الله بالتوفيق خلينا نبدأوا نشوفوا اولا انا حابة ناخذ ايضا بالكروت هذوما نشوفوا الطاقة طاقتك انت وطاقة الشريك انت في طاقة الحامل الوديع تقريبا فما شبه بين القائدين التقطين على فكرة فما شبه الكوتشينا هذية ما مجموش نقراوها مع قوسة ما تجيكن بالطريقة هذي او بالوجه هذي طيب انا نشوف انه برج الجديد في الوقت الحاضر انت ممكن تكون موجود مع مجموعة اشخاص يعني انت مش لوحدك شايفتك يعني شخص مسالم محبوب بتحاول طاقتك فيها هدوء عموما عموما او بصفة نعامة طاقتك فيها هدوء شايف انه انت ممكن تكون مش منعزل ولكن ثم يعني دائما اشخاص يحاولوا انه هما يعني دخلوك معاهم في العلاقة او يخليوك معاهم في العلاقة ولكن انت اللي سيحب نفسك او تفكر انك تسحب دائما نفسك الشريك انا حسن هو ممكن يكون شخص لي وحيد على فكرة وممكن يكون ايضا يعني حاسس بمكيفي اوكي وانا شوف انه عامة عنده بعض المتألم او حزين ثم شيء ممكن يكون عنده حدث يعني لا سمح الله طبعا ولكن ممكن يكون طيب خلينا نفديو برج الجديد ونشوفو بالطارق بفهول اول كارت وطلع لك على فكرة برج الحمل وحتى في القتشينيرية وطلع لك برج الحمل ضحين قدمان وكارت برج الأسد القوة شايف فيه اشخاص او فيه شخص يفكر فيكم في الثاني هذي على الاغلب انت بطريقة روحية اوكي تفكيرك في شخص هذي فيه روحانيات ممكن على فكرة العلاقة معلقة منتهية يعني انا شايف فيه غموض ممكن انت فم حاجة كثيرة انت متعرف هيش على الشخص هذي او فم واحد فيكم خايف عامة اوكي بالرغم انه فم حب وبالرغم انه فم طاقة جنسية عالية جدا 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 بينك وبينه الشخص هذي يعني كما انت او كما الكروت قالونا انه فم خيانة اوكي وعموما الحب موجود وانت على فكرة بتحب الشخص دي يعني بتحس انه هو صلميت او طوين فلين وبتحس انه هو الحب الحقيقي هذيك عليش انت بتفكر فيه بطريقة روحانية يعني الطريقة اللي انت بتفكر فيه بها الشخص دي روحانية اكثر وعلى فكرة الشخص دي ممكن يكون يعني رافض موضوع الارتباط ممكن او انت بتحس طول الوقت انه ممكن يكون الشخص دي مش معاك مثلا مشغول بحاجات اخرى طول الوقت وانت حاسس انه هو مخطبي عليك حاجات وانه فم حاجات كثيرة مريبة انت مش فهمها وممكن كما قلنا تركك ومشير مثلا اختفى فجأة يعني شوفوا يا اما اختفى فجأة يا اما هو مثلا عشمت كما يقولوا بشي وما اوفيش بيه مثلا قالك احنا بش نتزوج وانت بنيت احلام وبنيت انايل معاها الشخص دي وفجأة انسحب مثلا من العلاقة وفجأة يعني ترك الجمر بما حمل ورحل فهمت القصة مفاجئ ممكن هو متعود على الطريقة هذية انه هو بيجي فجأة ويقولوا احنا بيختفي فجأة وانتم على فكرة انا مش شايفة انه انتم بتتكلموا مفيش ثقة بينكم عموما انت والشخص دي ما فهمش اقريبا ثقة بينكم طيب اوكي طيب انتم ممكن تكونوا علاقة الحياة السابقة على فكرة طيب طيب نعم نعم. شوفوا. هو بيشوف انه انت شخص حسيش جدا. وعملت حاجات معاه يعني مواقف. مثلا ما تشعرتش عليه من الاول. قبلته كيف ما هو. يعني المواقف اللي انت عملتها معاه مواقف شهامة. تهمتوا القصة. ويعني بيشوف انه انت لما بتحب بتحب باخلاص. شخص ادي شيفك بصورة جيدة على فكرة. وممنون لك من ناحية اخرى. شوفوا. ممكن يكون هو شيفك عندك بعض الغموض. ولكن هذية هو يعني متأكد انه هذية من طبعك انت الغموض. اوكي. وانت ايضا بتحس انه هو غامر. والغموض هذية ممكن ظروفه هو مش حابب انه مثلا يقول هيلك. او مش حابب انه هو يدرشك بيها معاه مثلا. تهمتوا القصة. فهو بيشوف انه انت شخص مضحي. غيرت له مثلا حياته. ساعدته يعني كثيرا انه هو يتغير الفكرة. في التهيل هو في حد ذاته. وساعدته على المستوى الروحي كثيرا. فهمتوا. فوجودك بصفة عامة في حياة الشخص دي خلته يفهم ممكن اشيء. ممكن انت تكونوا يساعدته مديا ايضا. البعض منكم مش الناس الكل. ممكن تكون حسنت له ايضا نفسيته. خليته شخص يعني ثيبت. يعني خذوها المساعدة باي طريقة يعني حسب قصتك انت. ما ايضا. فهو حاسس انك انت يعني نورت حياته. كأنك يعني عرفته ششته يعني انت ما يخذ طاقة القمر. بالضبط. فمشاعر التجاهة المشاعر يعني نقولوا احنا ثابتة ستيبل. ممكن هو انا شايف ان هو حابب يرتبط بيك. لانه شايف انه انت الشخص المناسب. ولكن على فكرة ممكن تكون فما شيء اللي وقف بينك وبينه مش لا منك ولا منه. فما حاجة اخرى. طيب. اوكي. شوفوا. الشخص دي شايف انه انت وهو المفروض ترتبطه ولكن مش بالطريقة التقليدية. يعني انكم مثلا تقضوا مع بعض. تبتكروا طريقة تكون مساعدة لظروفه هو ومساعدة لظروفك انت. ممكن يكون متزوج الشخص دي للبعض منكم. مش للجميع مثلا. عليش. لانه بيشوف انه فما اختلاف في الشخصيات. وهو على فكرة متبسك بيك جدا. وشايف انه انت ساعدته كثيرا في حياته. وعلى فكرة هو ساعد جدا معك. وفما ذكرياته ومحتفظ بيها. بينه وبين نفسه. وساعد جدا 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 بالعلاقة معك. هو بيحس انك انت تقريبا مثلا غيرت له نظام حياته. قلوا احنا مثلا كان عنده عادة سيئة. مثلا تدخين او ايا كانت العادة السيئة هذيه. مش بالضرورة انت تقريبا اعطيته دفع انه هو يغير الشيء هذيه. اوكي او العادة السيئة هذيه. اذا كنت مثلا ما ساعدتوش مديا مثلا ساعدتو نفسيا على المستوى الروشي ايا كان. اوكي. فكأنه مثلا الشخص هذيه يعني سهل عليك امور كثيرة وساعدك كثيرا بصراحة. اوكي. طيب. اوكي. طيب. هنه ناس بكروت اكثر. درس. هو الناين الف بنتكل. على فكرة. اوكي. وشايف انه انت ممكن تكون متشائم. اوكي. فاقد الامل في العلاقة. او ممكن انت كنت بتحاسبه على كل موقف كين يصدر منه. وممكن تكون واخذ فكرة عن الحب من الطفولة ومصر انه انت تطبقها على قصتك مع الشخص هذيه بالذات. اوكي. ممكن تكون حتى متأثر او يعني عن الحب وعن العلاقات بصفة عامة. فا كأنك يعني اخذت مثلا في اشخاص انت يعني تعرفهم مثلا في حياتك. اوكي. او مثلا ويلدك وعلقتوا بولدتك. او او اصدقاء. او او اقارب. حتى جيرين مثلا. فانت تقريبا اخذتك اكل الشيء اللي انت شفته. وحسيت انه كل العلاقات يعني بالضرورة. افهموا معي. كل العلاقات بالضرورة تكون بالطريقة هذيك. يعني كأنك انت خبيت افكار مسبقة وكأنك عملت لها تنزيل. وهذا هو الخطأ او وهذا هي الحلقة المفقودة. فيعني بيشوف انه انت عندك فكرة ثابتة. عن العلاقات. اوكي. والواضح انه انت بالفعل يعني. اخذت فكرة وحابب تطبقها. الشخص دي بيحبك جدا. وشيف انه ممكن انت حاطت قيود شوية. اوكي. ومتمسك. وشيفك متمسك باخلاقيات معينة في حياتك. ولكن وممكن يكون حابب يقولك انه الزمن تغير. انه مش بالضرورة. على كل شي فيما يخص تفكيرك انت فقط. يعني مثلا انت نقلو احنا من نوعية الاشخاص مثلا بيتفرج كثيرا انه متأثر بالافلام مثلا الدراما المصرية القديمة. فانت بتشوف انه مثلا الحب والمشاعر في الزمن هذيك كانت مختلفة تماما 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 عن الحب والمشاعر في الوقت الحاضر. والاحترام والعلاقة. فانت تقريبا ما زلت مجرم وقولوا احنا بتحاول انك العلاقة اللي تريشها القصة الحب اللي تريشها تكون بالطريقة هذيك. دي مثال راو. بتقولوا ليش اميرة وتحنا ليه وانا عليش نسكر التعليقات. لانه نلقى ناس مش فاهمة اصلا. انا بعطي مثال. فطبق انت لو مش النقطة هذيها مش مريس دليك طبعا ومش انت لا انت بالعكس الشخص يعني. فخلاص يعني مش مش مشكلة هعديها. اوكي. فكأنه قولك يعني اعمل حساب انه فيه ناس مختلفين عنك وانه انا مختلف عنك وانه انا بنحب اشياء ممكن انت ما تكونش تحبها يعني. احترم الاختلاف اللي بيننا. تمام. فالشخص اذي مش حابب انه انت اه. ماذا نرجع منقول هذي. انت عندك فكرة عن الحب ممكن تكون سلبية شوية. مثلا قلت له انت خين انت بش تتركني وتمشي انت مش حاسس معاه بالأميل مثلا فحابب فكرة انك تربته معاك مثلا فتحب يعني قلوا احنا مثلا تحب انت زواج رسمي يعني علاقة رسمية وفهمتك فيش حقه هو مش مستعد مثلا اوكي وشيف تقريبا اذا كان حبينا نقوله الكلمة وتطلع صحيحة كأنك حابب انت تحط شروط او تحدد نقاط معينة مثلا في العلاقة هذية يعني هو بيشوفك بصورة ان ما همذكر فكرة هذية يعني ممكن مش غروري انت بتحبه مثلا زوجك رسمي ولكن هو شيفك بصورة هذية شيفك شوي تقليدي ممكن يعني بكل امانة تمام ممكن يكون شيفك شوي تقليدي طيب مثلا انتظرك على فكرة حتى لو انت منفصلين بيشوفك يعني حساس جدا 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 وانت شخص بتعمل حققت اللي كبالك صعب السيطرة عليك صعب السيطرة عليك بيشوفك مختلف عنه كثيرا على فكرة انا مطلع ليش كارت الاختلاف الاجتماعي ولكن عليش هو الشخص داي شيفين وانت مختلف عنه اشوفه عموما انا انا محب ان اخذ كارت من كروت او كارتين من كروت ملائك الحف ممكن يفسرنا شوية او يفسرنا العلاق اذا كان يحبوا يساعدونا طبعا ملائكة الحف انو في بعض الاحيان ما يعطينيش فكرة جيدة برج الجديد برج الجديد برج الجديد برج الجديد برج الجديد برج الجديد ний برج الجديد شكرا